أقام لواء الدعم والإسناد حفلاً خطابياً وعرضاً عسكرياً تجهيناً للعام التدريبي الجديد 2023 واحتفاءاً بتخريج الدفعة الثانية صاعقة بحضور عدد من القيادات العسكرية في المنطقة العسكرية الثالثة وألقي في الحفل العديد من الكلمات أشادت بجهود اللواء في تدريب وتأهيل منتسبيه وأكدت أن التأهيل والتدريب والروح المعنوية العالية هي السلاح الأقوى الذي يمتلكه منتسبو الجيش الوطني وحثت على استمرار الجاهزية القتالية واللياقة البدنية والاستعداد الفني لخوض معركة الحسم مع ميليشيا الانقلاب وقدمت وحدات رمزية من قوة اللواء عرضاً عسكرياً واستعرضت وحدات الصائقة التدريبات القتالية والمهارات البدنية التي تلقتها في الدورة التأهيلية مبدية مهارة عالية واستيعاباً كبيراً لمفردات الدورة التأهيلية وبرامجها التدريبية هذا اليوم وهو يوم تدشين لواء الدعم والإسناد لعام 2023 وتخرج الدفعة الثانية صائقة أد نذكركم بأن هذا اللواء قد قدم الكثير ولا زال موجوداً في الميدان أنا أشكركم وأشكر قيادة اللواء وأشكر الإخوة الذين وقفوا في هذا أمامي في هذه الساحة بذلوا جهد والجهد نقح وأرحتمونا وشعرنا بأن الخير موجود وبأن الأمل موجود ولا يمكن لا يمكن أن تهزم أمة وفيها شبابها